اشتركوا في القناة وانتصار في حرب امام عدو غاشم تصور انه ممكن ياخد حتة من ارضنا لانتصار اكتوبر كان حدث تاريخي عظيم في سجلات الحروب حرب قدمت فيها مصر تضحيات على كل شكل ولول لما بنشوف لقطات ارشفية من الحرب بتحس بشعور غريب وبتشعر بفخر ما بعده فخر لما تسمع عن حكايات واسرار الحرب المجيدة وانا بتكلم مع فريق العمل عن حلقة النهاردة اتكلمنا عن ابطال رياضيين شاركوا في الحرب العظيمة لكن حابب اتكلم عن رمز كرو كبير شارك في الحدث التاريخي وكان له دور مؤسر كمان هو الكابتن محمود الجهري ممكن كتير ما يعرفش ان الكابتن جهري الله يرحمه كان زابط في الكوات المسلحة وقت الحرب في سلاح الاشارة وكان زابط الاتصال بين الجبهة والقيادة في غرفة العمليات كمان يوم حرب 6 اكتوبر كانت مصر بتمر بيوم عادي الناس راحت شغلها بشكل عادي كمان كان فيه ماتش كورة في ملعب الترسانة بين الطيران والمحلة وقتها المحلة كان فريق كبير وله جمهور عريض بيشجع فريقه طول الماتش لكن فجأة مع نهاية الشوط الاول هتف جمهور المحلة للطيران الهتاف ما كانش الفريق الطيران لكن كان للطيران المصري وقتها وقوتنا الجوية وقتها ما كانش قدام جمهور المحلة اللي انه يهتف للطيران طبعا لعيبت المحلة تفاجئوا بالموقف ولما عاتبوا جمهورهم بين الشوطين عرفوا السر وان الجمهور سمع في الراديو عن ضربة جوية المصر في سينة كم من الماتش اللي قادروا الحاكم الكبير العميد إبراهيم الجوين الله يرحمه وخرج الجمهور بعدها يتابع أحداث الحرب المجيدة حرب اكتوبر زي ما هي انتصار عظيم كمان درس كبير للأشبال والشباب اللي لازم يعرفوا أسرار كتير عن اليوم ده لازم نرب ولادنا على رفع رأسهم بسبب اليوم ده لما أنا كنت شخصيا بلبس البدلة العسكرية وقت وجودي في المنتخب العسكري كنت بحس بشعور مختلف الجندية المصرية شرف ما بعدها شرف الجندية المصرية شرف ما بعدها شرف حرب اكتوبر وضعت مصر في مكانتها الطبيعية بعد فترة من الحزن بسبب نكسة سبعة وستين الشوارع كانت حزينة والبيوت حزينة والملاعب كمان كانت حزينة كل الناس كانت بتغني أغاني حزينة في انتظار انتصار زي الحلم لكن بعد ستة اكتوبر تحولت شوارعنا وبيوتنا وملاعبنا لمسارح فنية كلها بتغني في صوت واحد وبأعلى صوت وانا على الربابة بغني مملكش غير اني أغني وأقول تعيش يا مصر